لم يعود سلطان الثدي اليوم كالسابق لأن معدلات الشفاء أصبحت مرتفعتان بفضل التوعية الجيدة والتتقيف الصحي المستمرة بأهمية الاستكشاف المبكر عن طريق الفحوصات وأهمها الفحص بالماموغرام المزيد في التقرير الطبي الأسبوعية الماموغرام أو الفحص الشوعي للثدي واحد من الإجراءات الطبية الأساسية المتبعة اليوم في البروتوكول الطبي للكشف المبكر عن سلطان الثدي حيث تمكن أشعة الماموغرام الطبيب من تحديد وجود التغيرات الغير طبيعية في أكثر من 90% من الحالات إن الغرض من إجراء فحص الماموغرام هو الكشف المبكر عن أي سلطان ثدي لدى المرأة في غير وجود أي تعراض حيث يمكن هذا الفحص من اكتشاف الورم وعلاجه بأقل كلفة ومن غير اللجوء إلى علاجات مكثفة وشاملة على عكس الحالات التي يتم اكتشافها في مراحل متأخرة توصي منظمة صحة العالمية بإجراء فحصات الكشف المبكر عن سلطان الثدي من سن الأربعين فما فوق حيث يستطيع هذا الجهاز اكتشاف أي تغيرات قد تطر على الثدي قبل أن تشعر السيدة به أو حتى قبل أن يكتشفه الطبيب مثلا في هذه الصورة حالة هذه السيدة إنها كانت تعاني من الإحساس بعقد في الإبط الأيمن وهذا تصوير الماموغرام الذي أظهر عدة عقد لمفاوية في الإبط الأيمن وعندما قمنا بتصوير الثدي بجهاز جديد هو التيموغرام فإنه أظهر هذه العقد التي ربما تكون سرطانية وبعد أخذ عين ظهر ورم خبيث لذا أنصحوا جميع السيدات بإجراء الماموغرام أو أي إجراء آخر ينصح به الطبيب يؤكد الأطباء على أن كمية الأشعة المستخدمة عبر جهاز الماموغرام أثناء الفحص قليلة وليس لها مدار تذكر إذا ما تحدثنا عن مخاطر سرطان أثدي إن لم يكتشف مبكرا لذا فإن التحدي الكبير في مواجهة مرض سرطان أثدي يكمن بعدم معرفة الأعراض الأولية للإصابة لذا من الأهمية بمكان زيادة الوعي لدى النساء بأهمية الفحص المبكر وملاحظة أي تغييرة تطرأ على الجسم كنت أتمنى أن تأتي هذه المريضة لفحصات الثدي والكشف المبكر بالماموغرام قبل سنة من دون الإحساس بأعراض كالعقد في الأبطاء لكنا نحن استطعنا اكتشافه قبل انتشاره إلى العقد الإنفاوية لقد استطعت التقنية الحديثة وتطورات الطبية المتلاحقة وخاصة التصوير الشععي بالماموغرام من تغيير حياة النساء وعطى الأمل بحياة صحية أفضل وأكثر اطمئنانا التقرير الطبي لأخبار الدار ترجمة نانسي قنقر